من اجمل الحاجات اللي سمعتها النهاردة في قناة اسمها دوبا ميكافين بتاعت شاب جميل اسمه ناصر العاقل كان بتكلم على نقطتين مهمين جدا المبدأ الاولاني اللي هو اسمه نظرية المزرعة كتير من الناس اول ما تبتدي يا دوبك اول اسبوع اثنين تلاتة شهر وما تلاقيش اي تغيير فتبتدي تقولك لا اول ما فيش تغيير وازاي والكلام ده كل فكان بتكلم على كتاب اسمه العادات السبع للناس الاكثر فعالية وكان بتكلم على نظرية المزرعة وازاي ان نظرية المزرعة دي لازم نطبقها في حياتنا كلها ان احنا عشان نكتسب اي عادة جديدة او اي حاجة جديدة عايزين ان احنا نطبقها هتبقى بنعملها زي كأنها بالضبط مزرعة لازم نحضر البزور ونزرع البزور ونسقيها ونرويها ونراعيها لحد ما تاخد وقتها الكافي عشان نبتدي نرى الاثمار بتاعتها دي العادة التانية اللي هي اسمها عادة المبادرة او اخذ بالزمان كان بتكلم ان الناس اللي بتبقى يعني اول ما تسمع كلمة اصل الظروف اصل انا ما اقدرش اكل من غير عيش يعني مثلا من الكلام ان احنا بنمنع عنا شوية اصل انا ما اقدرش نكون من غير عيش اصل انا حياتي كلها في الحالوات اصل انا ما اقدرش امنع الحليب فاولا تسمع الكلام ده تعرف ان انت هنا معتمد على او بتعلق اخطائك او بتعلق على الاخرين ان هما سبب الحاجة اللي انت مش قادر تحصل عليك لكن لو سمعت ان انا اه اقدر اه احاول اه هجرب فاعرف ان الشخص ده فعلا هينجح في تغيير حياته وتغيير عادته فالناس اللي بتفرض على نفسها قيود عشان مش هتقدر تعمل الحاجة دي او مش هتقدر تاخد الافعال دي في الوقت الصحيح هي دي الناس اللي مش هتقدر ان هي تكمل في تغيير حياتها او تغيير اسلوب حياتها او تتبع نظام صحي او تتبع نظام غذائي صحي فحاول تاخد زمام المبادرة جرب وحاول وهو بيقولك ان انت كمان مش من اول مرة زي ما قلنا في النظرية بتاعت المزرعة انت مش من اول مرة هتنجح انت هتحط البزرق وتستنى وترعاها وتنسى وتغلط وتجرب وتغير فمش مرة واحدة ولا مرتين هتغير عادتك بس المهم تكون انت مبادر وعارف ان اي حاجة انت تقدر تعملها وتغيرها بنفسك خد زمام المبادرة وجرب وحاول وان شاء الله هتوصل